اتفاق تم بوساطة روسية لإجلاء مجموعة من الفصائل المسلحة من بلدة الغطة الشرقية إلى الشمال السوري شمل بلدة حرست المحاصرة إذ أفضل اتفاق إلى إلقاء بعض مسلحي أحرار الشام لسلاحهم مقابل الحصول على ممر آمن لخروجهم لمناطق أخرى في حين يؤمن الاتفاق العفو لآخرين ممن يلغبون في البقاء بموجب شروط مصالحة محلية مع السلطات وأفاد مسؤولا مطلع على المحادثات التي جرت لعدة أيام بأنه تم الانتهاء من الاتفاق والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد أعلان وقف إطلاق نار اليوم الأربعاء وأضاف بأنه ستتم عملية إجلاء المدنيين المصابين وكان قد صرح نظام السوري لأحد الماضي بأنه أعطى الفصائل المسلحة في حرستة مهلة للانسحاب وذلك حسب ما أفادت به وسائل الأعلام السورية الرسمية وتأتي اتفاقات الإجلاء بعد سنوات من الحصار والقصف وهي سياسة استراتيجية يتبعها النظام السوري لإرغام المسلحين على الاستسلام الأمر الذي سبق وأن أتاح له استعادة حلب بأكملها وحمص ومناطق أخرى ميدانيا رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عداد من فقدوا حياتهم في مدينة حرستة إلى التسعة بينهم طفلان جراء قصف الطائرات الحربية ظهر أمس على مدينة حرستة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة هذا وأكد المرصد بأنه لا تزال أعداد قابل الازدياد لوجود جرح بحالات خطيرة في حين شهدت مناطق في جيب الجنوبي الغربي من الغوطة الشرقية قصفا مكثفا كل من زملكة وحزة وعين ترمى بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين قوات نظام من جهة والفصائل المسلحة من جهة أخرى في المناطق ذاتها في محاولة من قوات نظام تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على مزيد من المناطق في الغوطة الجدير ذكره بأن النظام السوري قد سيطر على أكثر من ثمانين بالمئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية مما دفع بآلاف المدنيين للفرار من القصف المستمر منذ أسابيع ترجمة نانسي قنقر